طلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصلاً هتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرنس من المستشارة الألمانية أنجلا ماركل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة ماركل أكدت اعتزاز ألمانيا بروابط الصداقة التي تجمعها مع مصر والتي تمثل ركيزة همة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والحرص على التشاور وتنسيق المستمر مع السيد الرئيس فيما يخص مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل مشيدة في هذا الصدد بجهود سيادته للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة بأسرها مؤكدة في هذا السياق التزام بلادها بدعم مسيرة العلاقات السنائية المشتركة في مختلف المجالات ودعم جهود مصر التنموية من خلال خبرات الشركات الألمانية وزيادة الاستثمارات من جانبه أكد سيد رئيس خلال الاتصال حرص مصر على تدعيم الشركة القائمة مع ألمانيا وتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور السنائي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات الطاقة والنقل أخذا في الاعتبار أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية معربا سيادته في هذا الإطار عن التقدير للإسهم الكبير الذي قامت به المستشارة ميركل مذ توليها مقاليد الحكم في ألمانيا في تطوير العلاقات السنائية بين البلدين أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية خاصة تطورة القضية الفلسطينية في آقاب الأحداث الأخيرة حيث عبرت المستشارة الألمانية عن خالص تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة السيد الرئيس والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة مسمنة في هذا الإطار الاتصالات المصرية الفعالة مع كافة الأطراف المعنية والتي ساهمت في إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية مؤكدة على حرصها على تكسيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس في هذا الخصوص وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق رؤية مصر بضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشددا سيادته على استمرار الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة أعمار غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار أضف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر الهدفة في مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية وقد أشادت المستشارة ماركل بالدور المصري تجاه القضية الليبية الذي عزز من مسار العملية السياسية في ليبيا وقد تم التوافق في هذا الإطار على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية الأمر الذي سيعزز من سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية ويساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل كما تم الاتفاق على استمرار التنصيق السنائي الحسيس بين البلدين في هذا الإطار